السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وقسوتنا وكذوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سر عظيم هيخليك تصلي لحد آخر يوم في عمرك ايه هو السر ده؟ صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم كتير من الشباب وكتير من البنات يحبوا ان هو يواظب على الصلاة لكن بيقع في السكة يقولك ما شاء الله واظبت على الصلاة لمدة شهر ما شاء الله الصلاة الخمس وزي الفل وفجأة وقعت وما قدرتش أكمل الحقيقة في أسباب كتير جدا بتخلي بعض الشباب وبعض البنات ما بيقدروش يكملوا في الصلاة لكن من أهم الأسباب من وجهة نظري اللي هو ان الشيطان بيدخل ليهم من مدخل معين بيخليهم عيازا بالله يتكاسلوا عن الصلاة ايه هو المدخل ده؟ ان أي واحد في الدنيا أكيد بيزنب وبيقع في الزنوب كله بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون فما فيش حد في الدنيا مش من أصحاب المعاصي إلا سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم فهو المعصوم صلى الله عليه وسلم فلما يجي الواحد يقف معصية معينة ويجي عايز يصلي يدخل له الشيطان من المدخل ده يقول له يعني ما انتش مكسوف تقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى وانت لسه عاصي ربنا سبحانه وتعالى فيخليه يعني يشعر بالحرج الشديد ان ازاي اقب بن ايدين ربنا وانا بعصاه يعني معنى كده ان انا منافق لا يا حبيب قلبي انت مش منافق ولا حاجة كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون ربنا سبحانه وتعالى بيقول وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون ما قالش ايها المذنبون لعلكم تفلحون فالمولى عز جل لا يفترض فيك العسم الله عز جل يعلم ضعفنا ويعلم ان احنا بين الحين والحين بنقع في الزنوب والنبي صلى الله عليه وسلم هو اللي اخبر بكده قال ما من عبد مؤمن الا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة بيقع فيه ما بين فترة وفترة ان المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا اذا ذكر ذكر الله اكبر يعني لما حد يذكره بلاقي يتذكر ويرجع الى الله سبحانه وتعالى فالانسان بل بالعكس يوم ما تعف زم ارجع وبعد نقف مرة تانية ويعمل طاعة تانية وجد الطاعات واستحدث طاعات اخرى بس تكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم علشان ترغم انف الشيطان قال احد السلف لشيقه قال اني اذنب قال طب الى الله قال ثم اعود فاذنب رغم عني يعني رغم انفي انا ما بقصدش ان انا اتعمد الزم لكن غصب عني قال ثم تعود وتتوب قال حتى متى قال حتى تيئس الشيطان منك لاني الشيطان اقسم على ذلك كما ورد في الحديث الذي رواه الحاكم باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشيطان قال ان الشيطان قال وعزتك يا رب لا ابرح اغوي عبادك ما دامت ارواحهم في اكسادهم فقال جل وعلا وعزتي وجلالي لا ابرح اغفر لهم ما استغفروني الله اكبر يبقى تكثر من الاستغفار وتتوب الى الله وقد كان سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم هو المعصوم الذي غفر له ما تقدم من دنبه وما تأخر واصلا ما كانش في الزنوب كان يتوب ويستغفر الله في اليوم والليلة مئة مرة صلى الله عليه وسلم عشان نتعلم ان احنا نكثر دائما من الاستغفار النبي صلى الله عليه وسلم يكون كما عند مسلم والذي نفس بيدي يعني والله العظيم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لأتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم فالحديث هنا لا يحض على الزنب ولكن يحض على التوبة التي بعد الزنب ولذا قال جل وعلا وَأَقْمُ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ كأن المولى عز وجل بيقول لك مهما فعلت اوعى تسيب الصلاة مهما فعلت اقم الصلاة ليه؟ لأن الصلاة هتزود ايمانك ولما ايمانك يزيد هتنتهي عن الظنوب والمعاصي يبقى الشيطان عمال بيقول لك انت منتش مكسوف انك تقف بين ايدين ربنا وانت منتش مكسوفة تقف بين ايدين ربنا وانتوا لسه مرتكبين معصية والله عز وجل بيقول لكم واخم الصلاة ان الصلاة تتنهى عن الفحشاء والمنكر شو بديه؟ فربنا سبحانه وتعالى كأنه يقول لك مهما فعلت اقم الصلاة ما تسبش الصلاة ابدا مهما حصل واما عن الذنب فجدد التوبة والعودة والأوبة الى الله سبحانه وتعالى والله عز وجل قال واني لغفار لمن تاب الله اكبر يبقى مهما فعلت الله عز وجل يتوب عليه كل يا عبادي الذين اصرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم قال جل وعلا في الحديث الكدسي الذي رواه الترمذي بإسناد حسن يا ابن آدم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك مش احدد لك زنب ومعين على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء عن أطراف السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا أي بقرب ما يملأ الأرض من الذنوب والخطايا ثم لقيتني بشرط واحد ثم لقيتني لا تشرك بشيئة لأتيتك بقرابها مغفرة يا طرح هتسمع كلام مين كلام الشيطان اللي بيأسك من رحمة الله واللي هتسمع كلام الرحمن سبحانه وتعالى اللي بيقولك سبحانه وتعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر واللي بيقولك وإني لغفاري لمن تاب واللي بيقولك سبحانه وتعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي ولذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك رجل من الصحابة يصلي ولكنه يسرق فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لو كان كما تقولون فإنه ستنهاه صلاته عن ذلك يعني لو كان هو بيصلي فإذا أصبح سرق الصالة ديت هتخلي الإيمان يزداد في قلبه ولما الإيمان يزداد في قلبه هيترك السرقة وبالفعل ترك السرقة بفضل الله سبحانه وتعالى فمهما كانت ذنوبك اوعد سيب الصلاة لأن الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها كما عند الترمذي بسند صحيح أول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة الصلاة فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسرت اوعى الشيطان يدخلك من مدخل إنك صاحب زنوب معاصي كلنا أصحاب زنوب معاصي كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون اوعى تترك صلاة الصلاة صلة بينك وبين الله وهي ركن من عظيم من أركان الإسلام وهي عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين صلوا وديكت آخر وصية للنبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المقيمين الصلاة وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته